اشتركوا في القناة يعني بالليفل الاخير يعني بالنتسب يعني احسن انتسب ممكن الشكر الجزيل الشكر الجزيل له شكرا جزيلا على كرمه وعلى حسني دعمه وبارك الله فيه وجزاه الله خيرا وخلف الله خيرا فيما انفقه الاخ اللي كان دعمني في هذا الفيديو اللي طلب مني انني ندير هذا الفيديو كما قد لكم يعني نماذج للفروض في المواد العلمية فيزياء والعلوم الحياة والارض والرياضيات كان عاتبني على انني ذكرت اسمه في الفيديو الاول اللي هو الفيديو ديالفرض يعني عاتبني ان ذكرت اسمه وطلبني مني ان لا اذكر اسمه مرتان اخرى اذا يعني استجابة لطلبه فما غادش نذكر الاسم ديالو في الفيديو السابق ان اذكرت الاسم ديالو لماذا؟ لانه من المتطلبات هذا المستوى يعني من اللي تدعمني بهذه الدرجة فانا يعني حسب الاتفاق مع يوتيوب فانا تندكر الاسم ديال الشخص الذي يدعمني في كل الفيديو يدعمني فيه في كل الفيديو يطلب مني نديره وفي هذا الشهر اللي يدعمني فيه بعد ذلك المبلغ فانا يعني اخصني نذكره يعني من باب اذا ما اتفقنا عليه غير هو فحقيقة انا ما استاشرتش معاه واش نذكر الاسم ديالو انا ما اظنش انه غاد يكون حرج موهم على كل حال اطلب مني ان انا ما اذكرش الاسم ديالو اذا ما اذكرش الاسم ديالو وتنشكره يعني تنشكره من هذا المنبر يعني شكر جزيل له ولدعمه بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على دعمه لهذا المحتوى يعني اظن انه محتوى مفيد وابتلي فأظن ان طلبي للدعم هو ماشي شي طلب اللي هو طلب يعني غير هذا وانما يعني مسألة طبيعية يعني انا اطلب انه يكون دعم عن طريق الانتساب لمن يرغب في ذلك لمن يرغب في ذلك يعني توصلت مجموعة ديال ديال التعليقات اللي تتقول بانه يعني تشكروني لهذا وتطلبوا يعني ما استطعوش انهم يدعمو اه ما عرفتش لاسباب ما بون في جميع الحالات انا تنشكر الجميع سواء دعمو او ما دعموش يعني لا ادعمني غير بالكلمة الطيبة فهذا شيء طيب وشيء كريم يعني وشكرا شكرا للجميع اذا نبقى مع تصحيح ديال هاد الفرد الكتابي اللي هو في الفيزياء اذا التمرين الاول التمرين الاول كيف ما لاحظتوا الجدول اللي خاصنا نملؤه اذا السطر الاول في الجدول اشنو فيه فيه يعني اعطونا فيه جوش ديال المعطايات اعطونا فيه العدد الدري واحد ورمز الايون اش بلوس اش بلوس اش بلوس اش بلوس انه رمز الدره هو اش اذا اول حاجة معني تاك oportun اش بلوس اش بلوس رمز الدره هو اش اش بلوس يدور حول نواة بروتون واحد نواة بشحنة موجبة و الالكترون بشحنة سليبة اذا نواة الرمز للشحنة هو زائد اه والاكترون الرمز بالشحنة هو ناقص اه لا بذلك اذا مثل هزائد ساود اكوا اش زائد هزائد معنيتها ان هذا الدرة 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 الذي للهيدروجين فقدت الالكترون وأصبحت عبارة عن نواة تتنقل لوحدها إذن معنتها أن فقدت الإلكترون الوحيد الذي يحيط بها إذن هذا هو المعنية دي الأرمس الأيون H+. داكوغ شخناها الإلكترونية كيف ما قلنا للأيون؟ شحنة إلكترونات الأيون شحنة نواة الأيون شحنة الإلكترونات دي الأيون أه هي السفر؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك أيون لا يوجد هناك أيون يعني هناك السفر الأيون داكوغ لا يوجد هناك أيون إذن شحنة الإلكترونية الأيون هي السفر لأن الإلكترونية غير موجودة في أيونات الهيدروجين بالنسبة لشحنة نواة الأيون إذن الأيون لضرة الهيدروجين يفقد إلكترونا ويصبح عبارة عن نواة حرة وبالتالي النواة ما هي شحنة نواة زائد أ زائد واحد إذن هذه شحنة نواة الأيون بأ هي زائد أ ثم شحنة الأيون بأ هي زائد أ لأن شحنة نواة الأيون هي شحنة الأيون شحنة نواة الأيون بالنسبة للهيدروجين هي شحنة الأيون نعم هذا كان بخصوص دره الهيدروجين ننتقل الى السطر الثاني ما هي المعطيات التي أعطونا في السطر الثاني أعطونا رمز الضر الذي هو إيه و أخبركم بأنه إيه هو اليود إذن ما هي المعطيات التي أعطونا أعطونا شحنة نواة الأيون شحنة نواة الأيون الأيود وهو زائد 53 أ إذن شحنة نواة لا تتغير شحنة نواة شحنة نواة الأيون هي نفسها شحنة نواة شحنة نواة الضرق شحنة نواة الضرق كاملة نقول عليها الضرق تكون أيونا عندما تفتقد أو تكتسب إلكترون إذن شحنة نواة الأيون هي زائد 53 أ يبدو أن شحنة الضر و 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 الضر y الضر و 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 الضر يعني أن نواة اليوض اكتسبت إلكترون لدينا ناقص ناقص واحد يعني زائدة لدينا ناقص واحد إلكترون زائدة إذن ما هو الناقص في الدرق الناقص في الدرق هو الإلكترون الشحنة الناقصة في الدرق هو الإلكترون إذن ماذا يعني هذا؟ لدينا شحنة ناقصة زائدة يعني زادتنا شحنة ناقصة إذن لدينا إلكترون زائد لدينا إلكترون زائد وماذا يعني أن يكون لدينا إلكترون زائد معناه أن لدينا أن رمز الأيون هو إي ناقص رمز الأيون أنه هو إي ناقص كذلك شحنة إلكترونات الأيون شحنة إلكترونات الضرع هي 53 ناقص 53 أ شحنة إلكترونات الضرع هي 53 أ هي ناقص 53A ما الذي حصل للأيون؟ إن ضاف إليه إلكترون زائد يعني أصبح لدينا إلكترون آخر إضافة إلى الإلكترونات الموجودة إذن ناقص 53 ناقص 1 يعني 53 زائد 1 هي كم؟ هي 54 54 ديال الإلكترونات يعني ناقص إلكترونات يعني ناقص يعني شحنة سالبة إذن شحنة الإلكترونات الأيون هي ناقص 45 وهكذا نكون أجبنا على جدول السؤال الأول جميل إذن ننتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني صنف إلى أيون أو كاتيون أو حادي أو ثنائية الضراء CO3 2- K+, CA2+, CL- SO4 2- H3O+, O2- CU2+. دعون إذن كيف نقوم بتصنيفها؟ إذن الكاتيونات ما هي الكاتيونات؟ الكاتيونات هي التي تحمل شحنة موجبا الكاتيونات هو الذي يحمل شحنة موجبا وما هو الأنيون؟ الأنيون هو الذي يحمل شحنة سالبة شحنة سالبة دقوخ إذن أحادي الضراء هو الذي يتكون من ضراء واحدة U2+, و CA2+. إذن 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 أن تظنوا أن U هي ضراء أخرى؟ لا يعني نحن سوف نعتمد فقط على يعني الماجسكول الماجسكول يعني أحيانا هنا لدينا ضراء KU اللي هي اللي هو النحاس الكويفر ولدينا هنا الكالسيون الكالسيون إذن لكي نفرق وكلاهما يبدأ بالسي إذن لكي نفرق بينهما نستعمل رمزا آخر بجانب الرمز الكبير بشكل صغير مينسكول يعني سي سي ماجسكول U مينسكول سي ماجسكول A ماجسكول إذن نعتمد على يعني على الحرف الماجسكول الحرف الماجسكول هو الذي يشير إلى الضراء لكي لا نخطئ دقوخ إذن هذه هي الضراء الأحادية الكاتيونات الأحادية الضراء أما الكاتيونات المتعددة الضراء فإيه التي فيها درات يعني درات أكتر من واحدة درتين وأكتر وفيها شحنة موجابة هنا لدينا H3O plus H3O plus دقوخ إذن هذه متعددة الضراء إذن الأنيونات كما قلنا الأنيونات هي الأحادية الضراء التي ستكون من درات واحدة إذن لدينا O2 وعدنا C L دقوخ إذن هذه هي الأنيونات وحدية الضراء التي لديها شحنة موجابة تتكون من درات واحدة C L كما قلنا دائما يعني C L المنسكول بمعنى أنها تلمز إلى درات واحدة ثم لدينا متعددة الضراء يعني لدينا كمثال CO 4 2 و لدينا SO 4 عفوا SO 4 2 و لدينا CO 3 2 أيضا إذن الأنيونات متعددة الضراء المتواشدة إذن أتمنى أن لا تخطئوا في هذا الجدول لا تخطئوا فيه يعني جدول البسيط يعتمد فقط على بعض التركيز يعني لا تضيعوا تركيزكم وبإمكانكم أن تجيبوا بشكل صحيح على هذا السؤال الثاني ننتقل الآن إلى السؤال الثالث عرف الأيون وحدد أنواعه إذن ما هو الأنيون ما هو الأيون إذن كما هو مكتوب هنا الأيون هو ضر أو مجموعة من الضرات اكتسبت أو فقدت بعض الإلكترونات إذن هذا هو الأيون أنواع الأيون هما كاتيون إذا فقد بعض الإلكترونات وأنيون إذا اكتسب بعض الإلكترونات إذن هذا التعارف يعني إذا تبعتوا معي الضرس ربما تكونوا فهمتوها وعرفتوها وحفظتوها إذن بشيء دابل أسمع الفرق تتكونوا الضر من ماذا تتكون الضر تتكون الضر من النوات تحمل شحنة مجابة من هي التي تحمل شحنة مجابة النوات إذن تتكون الضر من النوات تحمل شحنة نجابة تحيط بها ماذا إلكترونات إذن الضر فيها جزء المكونات أساسية فيها النوات وفيها الإلكترونات إذن ماذا تحمل الإلكترونات تحمل شحنة سالبة إذن هذا هي الجملة الأولى الجملة الثانية يتأكسد الحديد في الهواء وينتج عنه أكسيد الحديد ثلاثة إذن الحديد يتأكسد في الهواء وينتج عنه أكسيد الحديد ثلاثة ذو السيغة الكيميائية التالية F2O3 وذلك وفق المعادلة الكيميائية التالية إذن المعادلة الكيميائية إذن لدينا F2O3 وذلك وفق المعادلة إذن يكون تساوي ما بين F-E هناك خطأ هذا ليس F-E إذن هنا نسى واحد الأ إذن نسى واحد الأ ف-E فلور هو الذي يرمز له بF إنما الحديد F-E-2-3 هذا ليس الحديد الصدق إذن أكسيد الحديد هو الصدق يتأكسد الحديد في الهواء يتأكسد الحديد أكسيد الحديد والصدق الذي تتخليه الحديد في الهواء معرضلي للهواء فإنه يصدق عندما أقول معرض الهواء سنجعل الحديد من الصدق لأنه يستطيع يتسبغ وبالتالي لا يتعرض للهواء لا يتعرض حتى جزء منه لأنه لتعرض للهواء الأكسجين التي يؤثر على الحديد مع مرور الوقت يصدي أما إذا كان الماء فـ بلبيخ إذا كان الماء فتيتأكسد بسرعة أكثر إذا كان الهواء الرطب يتأكسد بسرعة أكثر إذن ندو الصيغة الكيميائية F2O3 وذلك وفق المعادلة الكيميائية 4FE زائد 3O2 يعطينا 2FE2O2 إذن ما اللي تنقوله 2FE2 يعني شنو معنية معنية جوش بجوش حال 4 وهنا يعدنا 4FE 4F وهنا يعدنا جوش في O3 جوش في O3 شنعية هي جوش 3 جوش 3 ديال O هي شحال هي 6O وهنا يعدنا 3 في جوش O هي 6O إذن دائما يكون العدد ديال F هنا يكون متساوي مع العدد F النواتج متفاعلة يكون متساوي مع النواتج وأيضا O تكون متساوية مع النواتج هنا دكار نمشي الخامسة خامسة ترجم ما يلي ترجم ما يلي الدرة ما هي الدرة يا لاتوم يا لاتوم أنا درس الدرس بال يعني باللغة الفرنسية دونك يعني سندر بالعربية والفرنسية في نص الوقت إذن دائما أقول لاتوم درة لاتوم درة ضرة إذن لاتوم إذن درة يا لاتوم الكلمة الثانية اللي يكتبوها لنا باللغة الفرنسية طلبهم أن ننذرها باللغة العربية مونواتوميك مونواتوميك ما هي هي أحادي الدرة مونواتوميك أحادي الدرة ننتقل الآن إلى التمرين إلى التمرين الثاني التمرين الثاني العدد الدري للحديد آل خطأ هذا الحديد هو آل يعني مشيح حديد هو الأليمنيوم الأليمنيوم العدد الدري للأليمنيوم هو زيد 13 زيد 13 إذن أولا حدد عدد إلكترونات درة الأليمنيوم حدد عدد إلكترونات درة الأليمنيوم إذن بما أن زيد يساوي 13 فان عدد الكترونات درّة الاليمينيوم و 13 اذا بما ان العدد Z هو 13 اذا دائماً الالكترونات ديال الدرّق تكون دائماً 13 بالنسبة لي نتابها بالنسبة للدرّق يعني كان فرق ما بين الدرّق والعيون الدرّق يكون Z يساوي الالكترونات و يساوي Z لكن في الايون الالكترونات يختلفوا على Z اما Z او ناقص على حسب ثانياً حدد بدلالة أ شحنة أيونات ضرة الألمنيوم كيفما كان عرفوا شحنة الإلكترونات هي ناقصة وبما أننا كان هدرو على ضرة الألمنيوم إذن عدت 13 إلكترون إذن ناقص 13 أ شحنة نواة ضرة الألمنيوم وشحنة نواة أيون الألمنيوم هي نفسها هي نفسها هي 13 هي زائد 13 أ لأن شحنتها موجابة وليست سالبة شحنتها موجابة إذن زائد 13 أ إذن هذا بالنسبة لباء ننتقل إلى تاء ننتقل إلى تاء شحنة ضرة الألمنيوم الضرة محايدة كهربائياً إذن ضرة أي ضرة كيفما كان نوعها ألمنيوم دائماً دائماً نتابعوا على هذا السؤال نتابعوا عليه مزيان لأن النقطة كتزقلوها فابور شحنة ضرة ديال أي شيء الدرة كلها كتزقل سفر ديال أي ضرة لماذا؟ لأن الضرة تكون فيها عدد الإلكترونات يساوي لعدد شحنة النوات نفسه إذن مجموع ديالهم تساوي السفر وهذا والحيال الحيال الكهربائي هو أن الشحنة تساوي السفر إذن شحنة ضرة الألمنيوم الضرة محايدة كهربائياً الضرة عموماً أي ضرّق ضرة الألمنيوم ضرة الحاديد ضرة الكاربون ضرة الهيدروجين أي ضرّاية محايدة كهربائياً إذن كتساوي السفر إذن ممكن نديره هنا بالتفصيل كنديره أن كي ديالالاتوم إثيقال موعة 13 ناقص 13 أ زائد 13 أ يسوي 0 إذن ناقص عدد زائد نفس العدد هو 0 إذن ننتقل الآن إلى يعني ثالثا تفقد ضرة الأليمنيوم ثلاثة إلكترونات تفقد ضرة الأليمنيوم ثلاثة إلكترونات إذن ضرة الأليمنيوم كتفقد ثلاثة ديالالكترونات ماذا يعني ذلك يكتب صيغة العيون الناتج يعني أنها تتحول إلى عيون يعني الضرة من اللي تفقد إلكترونات أو تكتسب إلكترونات فهي تبقى ضرة إذن هنا يقولوا لنا يكتب صيغة العيون الناتج إذن هاد الضرة الأليمنيوم تفقد ثلاثة ديالالكترونات يعني كي يضعو منها ثلاثة ديالنواقص ثلاثة ديالالكترونات ناقصت الشحنق ما يعني هذا يعني أنه الشحنة الغالبية هي الشحنة الموجابة لكي نفذ النواة لا تبدلش إذن سأقول لدينا AL3 plus ها هو AL3 plus ألمنيوم 3 plus إذن هذا ألف بحديد عدد إلكترونات الأيون الناتش إذن ما هو عدد الإلكترونات الأيون الناتش إذن ببساطة هو 13-13 يعني 13 لهو العدد ديال الإلكترونات اللي في الضرق مشاوا منهم 3 إذن 13-13 كي يقول لكي يقول لعشرة إذن هنا يحدد شحنة السحابة الإلكترونية للأيون الناتش حديد شحنة سحابة الإلكترونية للأيون الناتش لا نقطة سحابة الإلكترونية للأيون الناتش كيما قلنا شنا هي ناقص 10-And ناقص 10-And الإلكترونات اللي كيبقوا كإنين في الأيون بما أن نمشوا ثلاثة بقوا عشرة إذن هي ناقص عشرة Else هذه بدلالة E أما بدلالة كولون فاشنو كيساوي × شنو أش كتساوي أ أ 캐�تساوي